الآن إلى جولة في أهم ما جاء في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب على قطاع غزة البداية مع صحيفة معاريفة التي نشرت مقالاً تحت عنوان علامات الانفجار السياسي عند ساعر كانت تلوح في الأفق قالت الصحيفة إن قرار زعيم حزب تكفا غاتشا أمل جديد جدعون ساعر إنهاء شراكة مع حزب أزرق أبيض برئاسة بني جانس مطالباً بدخول كابينة الحرب جاء في وقت متالي لاستغلال النجاح الكبير الذي حققه حزبه في الانتخابات المحلية وأكدت مصادر سياسية للصحيفة أن ساعر وحزبه ليس في طريقهما إلى التحالف مع الليكود موضحة أنه يقدم الدعم لجانس عندما يريد التصرف لمصلحة إسرائيل ولكنه عندما يشاهد ترجع غانس عن القيم والمبادئ التي يدعو إليها يترك السياسة تتحكم في قراراته فلا يكون أمامه سوى التخلي عن دعمه بعد أن فقدت ثقة فيه وبحسب المصادر يرى جدعون ساعر أن الشخص المناسب ليصبح رئيساً للوزراء حيث يعتقد أن رئاسة حزب الليكود ستعود إليها بعد نهاية حكم نيتنياهو لأنه يعتبر نفسه الشخص الأمثل لشغل هذا المنصب وقيادة إسرائيل في هذه الفترة الحساسة إذ يرى أن توليه المسئولية سيؤتى بالثمار المرجوة نشدت صحيفة معاريف أيضاً تقريراً تحت علواناً نصر الشامل جاي بيليج يذكر أو يفكر بشكل مختلف الحرب ستشتغل افتراضياً نقلت الصحيفة عن معلق الشؤون القضائية في القناة الثانية عشر الإسرائيلية جاي بيليج قوله إن نيتنياهو يحاول التلاعب بعقول الإسرائيليين عندما يكرر ما قولته إن إسرائيل في طريقها إلى النصر الكامل أوضح بيليج أن نيتنياهو وعد بأنه سيتم استهداف جامع قادة حماس لافتاً إلى أن هذه هي الفكرة التي يريد نيتنياهو بيعها إلى الإسرائيليين على أنها النصر المطلق لكن بيليج يرى أن ذلك لن يحقق أهداف الحرب وأن أي انتصار لإسرائيل في هذه الحرب لن يكون مطلقاً أبداً ختم بيليج حديثه بالقول إن هذه الحرب ستظل إلى الأبد حرباً فاشلة وإن اسمان تنياهو سيظل مرتبطاً إلى الأبد بالفشل الذريع وسيبقى رئيس وزراء الكارثة ورئيس وزراء الفشل ينضم إلينا من القدس المحتلة الدكتور علي الأعوار الباحث المقتص بالشأن الإسرائيلي أهلاً بك دكتور على شاشة الغد أبدأ معك ما جاءت به صحيفة معريف حول الانشقاق والتصدع الذي حدث مرة أخرى في الحكومة الإسرائيلية انشقاق السعور على بني جانس واتجاهه إلى التحالف مع نيتنياهو كيف ترون هذه الخطوة؟ وما تداعيتها؟ نعم بعد التحية أختي الشيام وتحياتي لسيادة المشاهدين يعني الانقسام كان موجود في المجتمع الإسرائيلي قبل السادس من أكتوبر وخلال السادس من أكتوبر كانت هناك مظاهرات ضخمة في شوارع تل أبيب ضد نيتنياهو وضد خطة إصلاح القضاء اليوم الانقسام أصبح في داخل المؤسسة الأمنية وفي داخل مجلس الحرب في البداية كان بين بني جانس ونتنياهو وبين آيزن كوت ونتنياهو اليوم أصبح في داخل المعسكر الوطني الذي يشكل بني جانس وقدعون ساعر وآيزن كوت اليوم قدعون ساعر ربما الانتخابات البلدية الانتخابات المحلية ونتائجها التي تقدم فيها قدعون ساعر أو حزبه الذي يسمى تكباحد أشاء أي الأمل الجديد أنا بتقديره هو الذي منح جدعون ساعر ربما ليتقدم عشر خطوات إلى الأمام عن بني جانس وكأنه يقول لبني جانس أنت كل الاستطلاعات الرأي والانتصارات التي حققتها على الأقل في استطلاعات الرأي هي من خلال جدعون ساعر لأن بني جانس بالنهاية لا يستطيع أن يخوض أي انتخابات بدون جناح يمينه ولكن المهم هنا أن جدعون ساعر ذهب بعيدا أيضا في تفاؤله بأن يكون رئيس حكومة إسرائيل القادم على الأقل الآن هو ليس عضو في الليكود هذا من ناحية ومن ناحية تانية على مدى تاريخ إسرائيل أخت سهام على مدى تاريخ إسرائيل والأستاذ المشاهدين كان رئيس الحكومة هو من الرجال العسكر هو من المؤسسة الأمنية إما رئيس أركان وإما وزير دفاع وبالتالي بني جانس عمليا بالمعطيات والواقعية هو أقرب من جدعون ساعر ولكن أيضا جدعون ساعر يجب أن لا يعطي لنفسه كل هذا التفاعل الكبير هناك آفي دختر رئيس المخابرات هناك أيضا جلعاد أردان ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة مهدول برضو من الليكود هناك أيضا أعضاء في الليكود أيضا لا يقلوا قوة عن جدعون ساعر وبالتالي أنا بتقديري حتى هذه اللحظة نعم جدعون ساعر الآن يريد أن يتدخل بالسياسة بشكل أكبر ويريد أن يشكل حزب ربما يشكل حزب جديد لوحده ويدعم هذا الحزب بأطراف أخرى ولكن مرة ثانية أنا بتقديري جدعون ساعر لن يكون خليفة نتنياهو في حزب الليكود على الأقل في هذه المرحلة وحتى بعد خروج نتنياهو من المشهد السياسي في إسرائيل أنا بتقديري هناك شخصيات في الليكود تنافس جدعون ساعر بقوة على هذا المنصب طيب التحالف الآن متى داعيتها الآن يعني نتنياهو بأربعة وستين مقعدا ورأينا ما فعله الآن أضيفت له أربعة مقاعد تحت جدعون ساعر ما المتوقع الآن من مشهد الآن وهل يقبل جدعون ساعر في الكابينة الحربي؟ أولا لنعود إلى الحكومة جدعون ساعر الآن ربما منح الأربع مقاعد وهناك من يقول هذا اتفاق بين جدعون ساعر ونتنياهو من أجل تأميل حكومته إلى ثلاث سنوات القادمة أو على الأقل في حقها القانوني أربع سنوات كاملة أنا بتقديري ما زال جدعون ساعر يحلم بالسياسة أكثر من الواقع على اعتبار أنه يقول لك تنتهي الحرب نتنياهو خارج السياسة وخارج المشهد السياسي ورئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يفقد الثقة في نتنياهو بدلا من أن يبحث بايدن والإذن الأمريكي عن بني جانس ها أنا موجود ولكن مرة أخرى أنا بتقديري جدعون ساعر هو ليس الشخصية المناسبة لرئاسة حكومة إسرائيل في المرحلة القادمة هناك من ينافس وهناك من يقدم ربما ولكن مرة ثانية جدعون ساعر حتى هذه اللحظة يجب أن لا يأخذ بخطوات بعيدة جدا ربما إذا ذهب إلى الليكوت إذا عاد إلى حزب الليكوت إذا عاد إلى حزبه الذي انشق عنه وأنا بتقديري أن هذه المرحلة هي ليست مواتية له لأنه لن يتم قبوله بشخصية جدعون ساعر الماضية ولكن ربما هناك معطيات جديدة على الأرض ربما الفشل كما تحدثت صحيفة معاريف وكما تحدثت والآن أيضا حزب الليكوت لديه مشاكل مع نتنياهو بالضبط هناك تمرد في داخل حزب الليكوت أين يوقف جلانت يعني جدعون ساعر نسي أن يوقف جلانت وزير الدفاع ينافس نتنياهو في البرايمرز على رئاسة حزب الليكوت يعني مرة ثانية جدعون ساعر ربما ذهب بعيدا في طموحاته وفي تفاؤله ولكن أعود مرة أخرى إلى الآن ماذا يحدث في داخل إسرائيل في داخل الجمهور الإسرائيلي في المشهد السياسي والأمني ننظر إلى جاي بيلجيل اليوم اللي هو محرر الشؤون القانونية في القناة الثانية عشر يقول عن أي نصر يتحدث نتنياهو نتنياهو نشر أمس فيديو وقال له من نصر المطلق نحن في الطريق إلى النصر المطلق يرد عليه إعلامي إسرائيلي صحفي إسرائيلي مش عن الأعور ولا صحفي فلسطيني فقال له هذا فشل ذريع لا يمكن أن تصل إسرائيل إلى النصر المطلق وإذا كان هناك نصر لا يمكن أن يتحدث نتنياهو شخصيا نتنياهو هو رئيس وزراء الكارثة هو رئيس وزراء الفشل المطلق هو رئيس وزراء الفشل الذريع إذن نحن أمام تطورات مهمة جدا في الميدان كل يوم هناك عدد قتلى في الجيش الإسرائيلي من الجنود والضباط في غزة نتنياهو لا يهتم بهذه الجنازات ولا يهتم بهذه الأصوات نتنياهو لا يهتم ب134 أسير إسرائيلي هناك الجمهور الإسرائيلي يعتقد بأن هناك على الأقل 30% منهم أصبحوا قتلى من جراء القصف الإسرائيلي وجراء الجوع الذي يمارس بن جفير وانتنياهو ويأتي إلنا سفيكا يحس كيلي يقول بأنه يجب تجميع العرب ما هو الأصر الإسرائيليين ماتوا من الجوع يا سفيكا يحس كيلي هذا المتطرف هذا اليميني المتطرف الذي دائما يدعو إلى قتل الفلسطينيين ويدعو إلى قتل أطفال غزة بينما يرد عليه حقام إسرائيلي آخر ويقول له يجب وقف الحرب لأن عدد أطفال غزة الذين قتلوا 20 ألف شهيد من أطفال غزة ربما يفوق عدد أطفال العالم كله الذين قتلوا خلال الأربع سنوات أو خلال السنة الأخيرة إذن نحن أمام تطورات مهمة جدا يا جماعة نتنياهو يريد الخيار العسكري نتنياهو يريد الحسم العسكري نتنياهو يريد قتل أطفال غزة نعلم جيدا ما هي طموحات نتنياهو وما هي أهدافه المتطرفة اليمينية النازية كما يتم وصفها لكن نريد التحدث عن هذه الخلافات في التلاف الحكومي كيف تؤثر على سير هذه الحرب هل ستؤثر أيضا على الكابينات الحربي هل قدعون ساعر سوف يبضرورة بانضمامه إلى تحالف نتنياهو يعني ذلك أيضا التحقه بالكابينات الحربي والآن إذا التحقه بالكابينات الحربي ماذا عن بن كفير الذي يطالب بذلك أيضا إذن هنا تطورات جديدة ربما هناك أوراق تختلط وتغير من المعادلة بن كفير الذي يريد أن يسيطر على الأقصى ويريد أن يتدخل في الأقصى بكل شيء يريد أن يتدخل بالشرطة يتدخل بالجيش يتدخل بالسياسة ولكن يأتي نتنياهو فجأة يقول له بن كفير صف على اليمين أنت لا مكان لك بالأقصى ولا مكان لك بالأمن حتى الأسبوع الماضي عندما حدث الخلاف في داخل المحكمة العدل العليا وفي داخل الكنزة بصلاحيات لمفوض عام الشرطة يعكف شفتاي أو لبن كفير قالوا لي يعكف شفتاي إذن بن كفير هذا تبع التكتك وتبع التحريض بطل التحريض على الفلسطينيين وعلى قتل الفلسطينيين والتحريض على أخواتنا وأمهاتنا المرابطات الآن دعيني من بن كفير نعود إلى جيد عنصار ربما يشكل وجوده وانضمامه إلى هو كان في ذيل السؤال بن كفير هو دائما في ذيل الكلام بالضبط يعني لا ما كان له من الأعراب ولا ما حاله هو خارج النص بكلمة واحدة بن كفير يا جماعة خارج النص هو يصرح تصرحها لا الحكومة الإسرائيلية تعترف بها ولا نتنياهو يقر بها ولا يتم منحه حتى حضور الكابيرنة الأمنية والكابيرنة السياسية بن كفيرن يتعامل على أي حال إذن بن كفيرن خارج المشهد نعود إلى جيد عنصار ممكن أن يكون هناك تطورات في المشهد السياسي في داخل إسرائيل ولكن وفقا لإستطلاعات الرأي ما زال بني جانس يتقدم بشكل كبير على حزب الليكود حتى ولو عاد جيد عنصار إلى حزب الليكود ولكن مرة أخرى نتنياهو هو الذي يشكل الآن مشكلة لدى الجمهور الإسرائيلي الآن الجمهور الإسرائيلي أصبح لديه قناعة بأنه لا تحقيق للأهداف لا يوجد هناك أي هدف يمكن أن يحققه نتنياهو عن أي إنجاز يتحدث كل يوم نتنياهو ودنيال هاقاري حيّدنا مجموعة كبيرة من كتاب القسام بين قسين بيسموه الإرهابيين قتلنا أعداد كبيرة طب أنا والله من يوم الحرب ما بدت ما شفت هناك ثلاثة أربعة من القسام قتلى أمام كاميرات التلفزي علي تحال لا أريد أن أدخل أيضا في هذا الجدال ولكن مرة أخرى نتنياهو فشل فشل درية في تحقيق أي هدف في قطاع غزة حتى اليوم لم يتمكن من القضاء على حركة حماس مقاتلي القسام عادوا إلى شمال غزة طيب يعني إحنا تناولنا هذه النقطة في جميع النشارات في الأيام السابقة نريد فقط التحدث عن هذه التحديثات وتطورات نرجع لموضوع قدعون ساعر وانشقاقه عن بني جانس استطلاعات الرأي كانت ترجح انتصار بني جانس وكان هو الأقرب للفوز بالانتخابات هل ستتغير النتائج؟ هل ستتغير آراء الإسرائيليين بعد انشقاق ساعر عن بني جانس؟ بالتأكيد كمان قدعون ساعر هو قوة لديه أربعة مقاعد في الكنيسة قبل أن يتحالف مع بني جانس بالتأكيد هذه قوة مهمة جدا ولها دور كبير في الاستطلاع عندما يتم سؤال المواطن الإسرائيلي ما رأيك في المعسكر الوطني هو included قدعون ساعر عندما نتحدث عن المعسكر الوطني هو يشمل آيزن كوت بني جانس وقدعون ساعر بالتأكيد وبالتالي استطلاعات الرأي التي منحت بني جانس هذه العدد في ملوجرة الانتخابات اليوم بالتأكيد هي أيضا تشمل قدعون ساعر وتشمل حزب قدعون ساعر وأعضاء ونشطاء حزب قدعون ساعر والانتخابات المحلية هي التي شجعت قدعون ساعر للقيام بهذه الخطوة الآن انشقة من الليكود والآن ينشق من المعسكر الوطني ويذهب إلى الحكومة الإسرائيلية إذن هذه تطورات مهمة جدا في المشهد السياسي في إسرائيل ربما يعود قدعون ساعر إلى الليكود ولكن أنا بتقديري هذه المرحلة حتى هذه المرحلة قبل انتخابات برايمارز في داخل الليكود لن يعود قدعون ساعر على اعتبار أن هناك يوقف جلانت وزير الدفاع الذي تحدث قبل يومين وقال أنا باقي في الليكود أنا باقي في الليكود وقالها للجمهور الإسرائيلي إذن نتنياهو سياساته ربما فشلوا ربما وقف الحرب أيضا ربما تطورات الجبهة الشمالية مع حزب الله ربما كل هذه تؤثر أيضا على استطلاعات الرأي في المستقبل وتؤثر حتى على الناخب الإسرائيلي يعني استطلاعات الرأي اليوم لا تعكس بأنه راح تضال تدعم بني جانس ربما هناك حدث في الأيام القادمة ربما هناك تطورات مهمة ربما حرب واسعة حرب إقليمية ربما حرب مع حزب الله إذن هذه تطورات كبيرة جدا تترك لها آثار كبيرة على الناخب الإسرائيلي ولكن مرة ثانية أنا بتقدير خطوة جدع صعر ستشكل ربما هزة عنيفة في داخل المجتمع الإسرائيلي وستشكل أيضاً انتفاضة في داخل الخارطة السياسية في إسرائيل ستؤثر على مجرى هذه الحرب على غزة؟ بتقدير لا لن تؤثر لأنه ما زال نتنياهو هو المسيطر على القرار في داخل إسرائيل الذي يؤثر مرة ثانية على الحرب هو الشارع الإسرائيلي إذا انضمت المعارضة إلى وقف الحرب إذا انضمت معسكر الوطني بني جانس ولبيد إلى المظاهرات نعم سيكون هناك وقف الحرب ولكن خطوة جدع صعر ربما تدعم نتنياهو وهناك من يقول من الجمهور الإسرائيلي وأنا قرأت في الإعلام العبري هناك من يقول بأن هذه خطوة تكتيكية في الغرف المغلقة بين جدع صعر ونتنياهو ولا أسبب ذلك النتنياهو عندما يشعر بالخطر دائماً يبحث عن الأصدقاء سواء القدامى أو المتمردين أو ما أشبه ذلك وبالتالي ربما وعد جدع صعر بشيء في المستقبل ممكن هذا شيء جاهز وبالتالي لكن هذا لا يؤثر على وقف الحرب أنا بتقديري خطوة ستساهم في استمرار الحرب جدع صعر يميني يا جماعة جدع صعر هو من اليمين ولا أريد أن أقول من اليمين بالطرف على الأقل هو لكودي يميني وبالتالي ما زاله متمسك بالسياسة وأيديولوجيا وأيضاً جابوتنسكي وبن جبير ومنحم بيجن وأيضاً بن جريون إذن نحن أمام تطورات في استمرار الحرب خطوة جدع صعر لن توقف الحرب بل بالأكسية ستؤدي إلى استمرار الحرب ودعم نتنياهو تياسياً وأمنياً وعسكرياً وجماهيرياً ابقى معنا دكتور علي ونتابع هذه الجولة الصحفية ونذهب لصحيفة لوموند الفرنسية التي نشرت تقريراً بعنوان عدد الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة في أربعة أشهر يفوقون عدد قتل الأطفال خلال أربع سنوات من الحروب بحسب الأمم المتحدة نقلت الصحيفة عن المفاوض العام لوكالة الأنر وفيلي بلازاريني قوله إن عدد الأطفال الذين يزعم أنهم قتلوا في قطاع غزة خلال أربعة أشهر يفوقوا إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع الصراعات في جميع أنحاء العالم على مدى أربع سنوات أفدت الصحيفة بأن أكثر من 12.300 طفل قتلوا في غزة في الفترة ما بين أكتوبر ونهاية فبراير الماضي ما دفع لازاريني لتنديد بالحرب ووصفها بأنها حرب على الأطفال وعلى طفولتهم ومستقبلهم أكدت الصحيفة أنه بعد خمسة أشهر من حرب غزة أصبح السكان هناك مهددين بالمجاعة موضحة أنها أن للتعويض عن عدم كفاية المساعدات التي تصل عن طريق البر إلى الأراضي التي دمرتها أهلة الحرب يسعى المجتمع الدولي إلى تنوع طرق إيصال المساعدات الحيوية للسكان نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريراً تحت عنوان يتم رفض العديد من شحنات المساعدات لغزة بسبب أنها ذات استخدام مزدوج نقلت الصحيفة عن فيليب بلازاريني المفوض العام للأنر وقوله أن شاحنة تحمل مساعدات منعت من دخول غزة هذا الأسبوع بأنها كانت تحتوي على مقصات ضمن معدات طبية للأطفال لافثاً إلى أن عمليات التفتيش الإسرائيلية تبطئ المساعدات الإنسانية الحيوية أوضح لازاريني أنه تم رفض دخول الشاحنة بسبب المقصات الطبية التي اعتبرت السلطات الإسرائيلية أن لها استخدامات مدنية وعسكرية وتنترج تحت فئة المواد ذات الاستخدام المزدوج أكدت الصحيفة أن لازاريني هو آخر مسؤول يقول أن عمليات التفتيش العسكرية الإسرائيلية تمنع وصول المساعدات إلى سكان غزة بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأسبوع الماضي أنه تم رفض عدد كبير للغاية من البضائع لكونها ذات استخدام مزدوج بما في ذلك العناصر الضرورية طبياً ونعود إلى ضيفنا من القدس المحتلة دكتور علي الأعور دكتور علي صحيفة ليوموند الفرنسية تحدثت عن عدد الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة في أربعة أشهر أنه يفوق عدد قتل الأطفال خلال أربع سنوات في الحروب المختلفة التي دارت حول العالم يعني فيلي بازاريني فوض العام الأنر وهو الذي قال هذا الحديث وهذه الإحصاءات هي للأمم المتحدة كيف ترى بشاعة استهداف الأطفال يعني أكثر من 12 ألف و300 طفل قتلوا في هذه الخمسة أشهر في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كيف ترى عشوائية هذه الحرب ودمويتها؟ نعم، بالتأكيد هذا يعكس أولاً الإجرام الإسرائيلي في قصف عشوائي في قتل الأبرياء قتل المدنيين قصف المستشفيات أطفال لازاريني تحدث عن 12 ألف و300 طفل شكراً لليموند الذي ذكر أن عدد أطفال غزة الشهداء 12 ألف ولكن وفقاً للإحصائيات الفلسطينية هناك 20 ألف شهيد من أطفال غزة تم قتلهم بشكل متعمد من خلال طائرات الأباتشي وطائرات الـ F-15 وF-16 نحن أمام مجرى لم تمر في التاريخ وفي الحروب جماعة نتنياهو يقتل الأبرياء والمدنيين أمام كل العالم وكل العالم لم يحرك ساكن لا أحد يجرى أن يقول له أو أوقف الحرب لأول مرة في كل تاريخ البشرية يوجد هناك شخص يقود العالم بمفرده لا بايدن قادر يوقف ولا بوتين ولا حتى الصين ولا حتى يتحدث له عن أي قوة في العالم حتى محكمة العادلة الدولية لم تجروا على اتخاذ قرار بوقف الحرب على غزة إذن نحن أمام سياسة وفلسفة جديدة أيديولوجيا جديدة هذه الأيديولوجيا وكأنها لا تعترف بالوجود للفلسطينيين لا تعترف بحق الآخر لا تحترم الآخرين بالأمس قتل 12 ألف شهيد و300 من الأطفال هذا شيء تدمير للطفولة منظمة اليونسف تحدثت واليوم تكتب لازارين يتحدث ولكن من استطاع أن يوقف حتى في شهر رمضان حتى قدسية هذا الشهر المقدس حتى رمزية هذا الشهر المقدس لم يحترمها ناتنياهو وفن جافير وما زال القصف اليوم 100 شهيد في دير البلح والوسطى وفي خان يونس وبالتالي ما زالت المجازر مستمرة والمدافع مستمرة وبيجي عندك الرئيس الأمريكي جو بايدن والله جون كيربي يقول لك من المبكر الحديث عن وقف إطلاقنا إذن نحن أمام حتى تحول في القيم في الأفكار تحول في العلاقات الدولية والعلاقات الإقليمية وكأن ناتنياهو لماذا ناتنياهو يقوم بهذا كله؟ يريد أن يعيد هيبة إسرائيل التي تدمرت وتحطمت في السابع من أكتوبر يريد إعادة هيبة المؤسسة الأمنية العسكرية التي تدمرت وهضبت في السابع من أكتوبر يريد إعادة هيبة الجيش الإسرائيلي التي انكسرت وكان يعرف بالجيش الإسرائيلي الصورة الجيش الذي لا يقهر هذا ليس انتصار هذا عار على ناتنياهو هذا عار على جبين الإنسانية هذا عار على جبين بايدن هذا عار على جبين الأمم المتحدة وبالتالي ناتنياهو يمارس قتل الأطفال وقتل أبرياء وما زال حتى اليوم هناك أطفال قتلى وبالأمس كان أطفال أيضا قتلى تم انتشاله من تحت الكتل الإسمنتية هناك جيتة محروقة للأطفال إذن أختي سهام نتحدث عن سياسة ممنهجة قتل الفلسطينيين ولكن أنا أقول لنتنياهو لا يمكن أن يحلم بالأمن والأمان والسلام إلا بالاعترف بالشعب الفلسطيني إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وسنصلي في القدس وسنصلي صلاة الترويح وسنصلي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وكل يوم سنكون في المسجد الأقصى المبارك إذن نحن أمام تطور رهيب من الأفكار والأيديولوجيا اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يريد أن يفرض فلسفته على الشعب الفلسطيني لا بالأمس أيضا كانت هناك مجزرة في مخيم جينين شهداء في مخيم جينين يتم إطلاق النار عليهم بشكل عشوائي بدم بارد أيضا هناك طفل في مخيم شعفات 13 عام يتم قتله بسلاح نار ويتغلى بن كفير بذلك لا يمكن لا يعقل والشعب الفلسطيني بالمناسبة اخت سيام هذه نحن نعرف أننا ندفع تمن الحرية وهذه فتورة الدم التي ندفعها في غزة دفعناها في درياسين ودفعناها في الطنطورة ودفعناها في اللد وفي كل المجازر وفي قبيع وفي فرقاصم وصبر وشتيلة إذن بالتالي نحن نقول لكل العالم سوف نستمر من أجل قيام دولة فلسطينية سوف نستمر من أجل إنهاء الاحتلال وهذه أصبحت وضع حتى المجتمع الإسرائيلي اليوم على قناعة بأن نتنياهو فشل فشل دريا أن نتنياهو لا يمكن أن يقضي على حركة حماس وأن نتنياهو لا يمكن أن يقضي على السلاح المقاومة وأن نتنياهو لم يحقق أي انتصار على الأرض ولا يمكن إعادة الأسرة الإسرائيلي هذه قناعة المجتمع الإسرائيلي ليس قناعة علي الأعور المجتمع الإسرائيلي توصل إلى هذه القناعة صحيح وشهد شاهد من أهلها أن إسرائيليين في القناة الثانية عشرة وإعلامي كبير مثل الذي تبعنا تحدث بجراءة وقال أنه أفشل رئيس وزراء مرة على تاريخ إسرائيل وهذه الحرب هي فاشلة منذ البداية نذهب إلى نقطة أخرى وهي رفض العديد من شحنات المساعدات لغزة على حسب صحيفة نيويورك تايمز بسبب أن المواد أو وجود مواد ذات الاستخدام المزدوج تعلم أن المسازمات الصحية يعني مثل المقصات اعتبرت إسرائيل أنها ذات استخدام مزدوج فمنعت دخولها إلى إسرائيل يعني هي تبحث عن أي ذريعة عن أي حجة ومن دون حجة حتى وإذا سمحت بدخول يعني اليوم سمحت بدخول ست شاحنات مساعدات في نفس اليوم قصفت مقرا للأنروا لتوزيع المساعدات ما الذي تريده إسرائيل؟ يعني لمن هذه الرسائل بالضبط؟ يعني مرة ثانية إسرائيل تبعت برسائل متعددة وأهمها رسالة التجوية رسالة التجوية هي سياسة ممنهجة يريد نتنياهو وبن قفير استمرارها لتجويع الشعب الفلسطيني ألاف الشاحنات اقتصاها متكدسة في الجانب المصري ألاف الشاحنات من المساعدات في رفح تنتظر ماذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا قال إن إجراءات إسرائيل هي التي تعطل إدخال الشاحنات والمساعدات إلى غزة قالها أمام العالم وقال معبر رفح مفتوح 24 ساعة على مدار أسبوع على مدار شهر ما هي النتيجة كانت؟ أن إجراءات إسرائيل على مقص إسرائيل تقول استخدام مززواج يا أخي هذا للمستشفى مش مخديروا إلنا على البيت ولا بدهم يقاتلوا فيه الجيش الإسرائيلي المعركة في غزة بالنار والبرود يا نتنياهو المعركة في غزة بالأر بي جي وقضاء في اليسرين 150 مش بمقص لطبيب أو لدكتور حتى يجري عملية جراحية إذن هذه كلها حجج واهية وهي تنم عن الفشل السياسي والفشل الأمني والفشل العسكري المعطيات على الأرض تقول غير ذلك الجمهور الإسرائيل يتساءل نتنياهو خمسة أشهر وهو يقول لهم هناك نصر وفي الطريق إلى النصر وبالتالي حيّدنا ألاف من كتاب القسام وإسلامهم إرهابيين وبالتالي ما هي النتيجة ما زالت المعركة مستمرة ستة أشهر ستة أشهر حركة حماس تواجه إسرائيل الجوش العربي في 67 وحروب أخرى وغيرها لا أريد أن أتحدث عنها ليست مجال الحديث الآن ولكن أقول أن المقاومة قد حققت ربما وسجلت تاريخ جديد للشعب الفلسطيني نتنياهو مرة أخرى يمنع الشاحنات من الوصول ويتحدث عن إنزال جوي وممر مائي كله هذه من أجل سياسة التهجير التي يريد تنفيذها بعد وقف الحرب هناك لديه خطة تهجير مليون فلسطيني جماعة نتنياهو أمام لديه خطة في مكتبه هذه الخطة تهجير مليون فلسطيني عبر ممر مائي إلى قبرص لماذا؟ لأنه فشل فشل ذريع في تهجير فلسطيني واحد عبر حدود المصرية ومن يسمح بذلك؟ من يسمح بذلك؟ يعني نعلم جيدا أن الفلسطينيين لن يرضوا بترك أرضهم من يسمح بتهجيرهم قصرا؟ أم سيتم قصفه؟ أختي سهام أصبحت المعادلة التهجير الطوعي والتهجير القصر هو نفس الشيء عندما غزة تتحول إلى مكان للموت ومكان غير قابل للحياة لا شراب ولا طعام ولا ماء ولا دوء وهذا ما ينفذ نتنياهو الآن على الأرض ماذا بقي في غزة؟ يعني لا يمكن إلا بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة وبشكل فوري حتى لا يخرج الفلسطيني من أرضه ومن وطنه يعني لا أستطيع أنا أو بالغ أقول يجب أن يبقى في غزة ما هو مات من الجوع يعني في غزة ويأتي نتنياهو يضع له ممر مائي إلى قبرص طبعا الفلسطيني بدي يطلع إذا صفت هذا ليس تهجير طوعي هذا تهجير قصري عندما تحكمي علي بالموت تحكمي علي بالإعدام تحكمي علي بالجوع وبدون ماء وبدون طعام إذا هذا تهجير قصري هذا ليس تهجير طوعي أنا لم أختار الهجرة الظروب فرضت علي من خلال القتل والدمات إذا كان اليوم في شهر رمضان المبارك نتنياهو يقصف أطفال غزة ويقتل أهل غزة ماذا بقي أمام العالم؟ إذن نحن أمام تطورات كبيرة جدا مرة أخرى أقولها بكل صراحة وبكل شجاعة أن الفارق الوحيد الذي سوف يشكل وقف إطلاق النار هي المقاومة في غزة والشارع الإسرائيلي الشارع الإسرائيلي المظاهرات يجب أن تزيد على 200 ألف متظاهر حتى يخرج نتنياهو من المشهد السياسي والمقاومة أيضا المعطيات على الأرض تسجل بأن هناك تطورات تجبر نتنياهو على وقف الحرب ووقف إطلاق النار على غزة شكرا جزيلا الدكتور علي العور الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من القدس المحتاج